السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه مرحبا بكم أتريد أن يرضى الله عنك أتريد أن يحبك الله استمع إلى قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لن يحبنا الله عز وجل إلا إذا أحببنا لن يحبني ولن يحبك إلا إذا أحببته أنا وأحببته أنت فحينئذ ننظر فيما بعد هل يكفي أن تحب الله فقط فربنا جعل هذه الآية امتحانا لكل إنسان يدعي أنه يحب الله فقال قل 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 يا رسول الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني علامة الصدق وعلامة البيان لهذا الحب هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن حب منك لله هذا أولا ثانيا اتباع منك لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا سوف تفوز بحب الله لك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا هو الجواب هذا هو الجواب أن يحبك الله لن يحبك حتى تحبه لن يحبك حتى تتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حينئذ سوف تفوز بحبه لك وإذا أحبك اسمع ماذا قال الله تعالى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومن يغفر الذنوب إلا الله فإذا غفر الله لك ذنبك بعد أن أحببته واتبعت رسوله وبعد أن أحبك الله غفر لك ذنوبك وإذا غفر لك ذنوبك أدخلك الجنة أنجاك من النار أولا وإذا أنجاك من النار لأن النار قبل الجنة أرض المحشر بعد ذلك جهنم وفوقها الصراط الجسر الذي فوق جهنم وبعد ذلك الجنة لن يدخل أحد الجنة حتى يمر من على جهنم لقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية نظر الظالمين المشركين والكفار والمجرمين في جهنم أما المؤمنون والمتقون ينجيهم ربنا عز وجل من جهنم ويدخلهم الجنة والله سبحانه وتعالى يكرمهم بهذه الجنة التي هي دار السلام بسبب أنهم أحبوا الله عز وجل وبسبب حسن اتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسبب أن الله أحبهم لأن الله لا يحب أي إنسان يحب عبده الذي يحبه يحب عبده الذي يتبع رسوله فحينئذ إذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وكان بصراه الذي يبصر به وكان يده التي يبطش بها وكان رجله التي يمشي بها يعني يوفقه في سمعه ويوفقه في بصره يوفقه في سعيه يوفقه في بطشه يوفقه في كل شيء فهو عبد الموفق وينطبق عليه قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله من هذا هو الذي أحب الله واتبع رسوله ونال حب الله له فأنجاه الله من النار وأدخله الجنة جعله من الفائزين بهذه الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فإذا أردت أن تفوز بالجنة فهذا هو السبيل وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر لا يأمر إلا بما ينفعنا ولا ينهى إلا عما يضرنا فذاه آباؤنا وأمهاتنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد وفي رواية أخرى إنما أنا لكم بمنزلة الوالد فهو بمنزلة الأبي الحنون الرؤوف لولده الوالد يحب الخير لأولاده ويحب الخير لأولاده أكثر من نفسه ويخاف عليهم ويطمع في الخير لهم إنما أنا لكم مثل الوالد أحب لكم الخير وأكره لكم الشر إنما أنا لكم بمنزلة الوالد هكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عيال عليه هو أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أنفسنا ومن كل شيء في هذه الحياة الدنيا حتى نفوز برضى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو لنا مثل الوالد لا يحضنا إلا على ما فيه نفع لنا ولا ينهانا إلا عن كل شيء فيه مضرة لنا لا يأمرنا إلا بخير ولا ينهانا إلا عن شر فوجب علينا أن نطيعه وأن نعمل بقول الله تعالى سمعنا وأطعنا أن نقول سمعنا وأطعنا أن نصغي بآذاننا لأحاديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نقدر أنفسنا كأننا سمعناها منه عليه الصلاة والسلام مباشرة إذا قال عالم أو متحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح أقدر نفسي كأني أسمع هذا الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنني سمعت منه مباشرة وكأن الخطاب لي أنا خاصة قبل غيري أقدر نفسي كذلك وألتزم بالتطبيق لا أن أستمع فقط أقول كما قال الصحابة حقا وصدقا قالوها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا علمنا أطعنا عملنا فنحن علمنا الحق وعملنا به هذا هو الذي يجب علينا وهذا هو الذي لا بد أن تكون أنت عليه وأن أكون أنا عليه حتى نسعد الحياة أو نعيش الحياة السعيدة في الدارين في الدنيا والآخرة وحتى نحشر مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الفردوس الأعلى معه في الجنة لا بد من الالتزام بذلك وأن تكون السنة منهج حياة لي ولك حتى حتى أكون بحق أستحق النجاة من النار والفوز بالجنة في الختام نفع الله الجميع بما سمعنا وقلنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة